اشتركوا في القناة الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك تحت مطوري حشوات الأسنان التجميلية دكتور نور أهلا بك أهلا بك دكتور ونورنا وحشني جدا 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 لنبدأ طريق طويل هدأوا به سؤال وهنسمع تفاصيل القصة النهاردة لو لم يكن التصوير والفيديوهات والسينما بتسطر الإنسان من أوله النجم من أوله ما كناش عارفنا أن فيه نجوم كتيرة جدا غيروا شكلهم غيروا سنانهم من سيء جدا ومن سنان بيزة خالص لسنان جيدة جدا صح؟ طبعا دي خلينا نفهم أن التشراليتي أو الطبيعية هي المفتاح ولا لا بس خلينا نشوف هذا الكلام المهم أهم ما في الممثل هو تعبيرات وجهه وأهم ما في تعبيرات وجهه هو الابتسام وأهم ما في الابتسامة طبعا الأسنان توم كروز واحد من مشاهير هوليود اللي قام بعمليات عديدة لتغيير شكل أسنانه طبعا غالبا حننسى شكل أسنانه المخيف القديم لأنه قام بعمل التغييرات مبكرا في بداية مشواره الفني نجم هوليود بدأ حياته بأسنان صفرة معوجة وغير مصطفة بعدها قام بعمليات لتبييد وتقويم الأسنان لكن ما كانتش كافية فقام بزراعة أسنانه الأمامية كلها وأوقف معاناته كمان الممثل الشاب زاك اللي اشتهر من أول فيلم الجيران قبل ما يوقع عقده مع ديزني كان مضطر لإصلاح أسنانه الغير متساوية ده طبعا غير طبيضها ومن ساعتها ومعجباته من المراهقات بيفقدوا أعيوهم قدام ابتسامة زاك واضح أن معظم ابتسامات هوليود جمالها من صناعة طبيب الأسنان واضح أن معظم ابتسامات هوليود جمالها من صناع ابتسام أو صناع ابتسامة وجمال الأسنان أو صناع أو دكاتة الأسنان ومن هنا حتى الهوليوديين أو الممثلين هوليود قدوا كثير من التعبيرات لعلم الأسنان لابتسامة الهوليودية وتجميل الأسنان هوليود إسمائي هوليود إسمائي خلينا نبدأ الأول تجميل الأسنان قواعده إيه؟ تمام الأول لازم أعلق على الفيديو ده بحقيقة لو أنت ما تعرفش أن توم كروز عامل أسنانه وبتتفرج عليه في الأفلام مش هتعرف أنه عامل ليه؟ وهنا دي المشكلة اللي بدأت تحصل واللي احنا المفروض كإعلام طيب نبدأ نواجهها بدأت تنتشر بشكل مش طبيعي حيث لما نبص على توم كروز انت شايف سنان طبيعية ليق علي لما تشوفه عمرك ما هتقول إن أنا عامل أسنان تمام؟ لا إحنا بدأنا دلوقتي نشوف نمازج كتير جدا والمشكلة الأكبر أنها من ناس في المادي يعني ممثلين ممثلات مغنين بيبدأوا يتعاملوا مع الأسنان ويعملوا تجميل في الأسنان هو متخان هو عمل تجميل هو عمل تشويه للأسنان لأن تجميل الأسنان لو ما كانتش طبيعي وأنا قبل كده فكر في أول حلقتنا خالص كنا بنقول دايما لما الحالة تخرج من عندك وناس تقول لها إيه دا أنت عامل أسنانك يبقى الدكتور دا فشل طبيعي جدا ليه؟ لأن المفروض لما أعمل أسناني أعملها طبقا لمقييس ومعايير معينة لا أتعداها تمام؟ طيب لو أنا بدأت أعمل بقى إيه مش عامل أسناني مظبوطة مش عامل الفورم الصحة مش عامل الشيب الصحة مش عامل الصيز الصح مش عامل اللون الصح يبقى أنا كده خرجت عن المقياس الطبيعي بتاعي وده اللي بدأ ينتشر في مصر بالذات تلاقي نجمة طلعة راح تعمل أسناني أقول ما تشوفها هي الناس أصلا بقت نفسها تتاريق الناس بدأت تقول هي عاملة ليه كده هي ليه بقى شكل ليه بقى عندها ضب ليه بقى شكل أسنانها مش طبيعي أقول حكي على حاجة بسيطة جدا أي دكتور أسنان في سنة أولى طب أسنان درس مادة اسمها دينتل دينتيشن يعني إيه دينتل دينتيشن يعني الأناتومي أو الشكل الطبيعي للسنة اللي ربنا خلقه هم ليك أنه بيعلمنا كده في سنة أولى أنا بفكرك أنه ده في سنة أولى أول حاجة خدتوا أناتومي خدتوا أناتومي لازم أخد أنا دكتور أسنان لازم أخد أناتومي بتاع السنة لأنه أنا دكتور أسنان طيب هكي لو بسيت على الدياجرام اللي مرسوم ده الدياجرام ده بيوضح لي حاجة بسيطة جدا يعني مثال بسيط جدا إن السنة الأمامية مش فلات يعني ما تاخد وشها هو مش فلات هو فيه تعريج معين علشان تدي الشكل الطبيعي وما بص عليها من الجنب من البروفايل ليها زي كونكافيتي أو واخدة زي قوس ما فيش سنة شكلها وقف ستريت كده وما فيش سنة فلات طيب أنت بتعرف كبني آدم لما بص الوش بني آدم إيه الأبعاد اللي في وشه اللي بتقوله إنه إنسان طبيعي عنده الشعر وجبهة وعينين وحاجب وأنف وفم ودأن طيب لو كل ده بقى فلات هينتفي عنه كون إنه هو بني آدم لأن الشكل أو العين اللي مدربة على تحديد شكل البني آدم الطبيعي شافه شكله مش طبيعي هم مش فاهمين إنه هو مجرد إنه هو غير الفورم أو الشيب بتاع السنة هو خلاص ما بقاش عنده الشكل بتاع البني آدم فبقى شكله مش طبيعي حيث قول ما يبص عليه إيه دا أنت عاملة كده ليه إيه دا أن شكلك بقت مش مظبوط لأن هي بعدت عن الشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه إحنا نقدر نعمل تجميل ونقدر نعمل تبيض يعني نقدر نخلي الأسنان اللي هونها قبيض بس قبيض لأنه درجة للدرجة اللي تليق عليك أقدر أرس الأسنان للدرجة السليمة إنما التجميل يبقى كل واحد يقول أنا دكتور تجميل هم عامل تجميل وهم عامل حاجة أنا بسميها دلوقتي إحنا لما طلعنا أول من خمس سنين مع بعض كنا نتكلم على هورويد سمايل هم حولوا الحاجة اسمها اللي بانا سمايل كأنك جايب لبانا بيضة وحططها على سنانك وعمل بينها مفرقها كده كفرقها يا سنان بيتقال عليها بره إيه بيتريقوا بدأوا يتريقوا على الشكل اللي سمايل ده اسمه شكلتس تيف سمايل وعملين زي تريقة عليه وحطت سن ده حطت جايبت شكلتس وحطتهم فين الفورم فين الشيب أهم حاجة في تجميل الأسنان الشيب السنة نفسها فين الفورم بتاعها فين شكلها فين رسمتها إنت مش حاطت مكعبات في بق الحالة آه لونها أبيض طيب فين شكلها إحنا اتفقنا قبل كده إن في التجميل لازم قراعي إن أنا أدي حاجة اسمها إفكت أودي الناتشرال أبيرنس لو أنا قدرت أعمل تجميل شكله طبيعي وإحنا على فكرة عندنا ممثلين كتير عاملين عندنا ما تعرفش إنها عاملة وإحنا أقولش إنها عاملة ومحدش هيعرف إنها عاملة ومطربات ومطربات وعملين كتير السنانها كان فيها مشاكل كبيرة جدا بس حكرة متوعد معاها بس تشوفها دلوقتي تنسى مستحيل تعرف لا تنسى وفي مجم مغني كبير جدا رقم واحد عامل أسنانه ومحدش يعرف لأن الشكلها طبيعي جدا وزي ما أنت شفت توم كروز عامل ونيكلس كيتج عامل في ناس كتير عاملة في ممثلات كتير بره عاملين مش ممكن تعرف ده اسمه تجميل الأسنان أي حد بقى عامل أسنان حقيقة قم بص كده اللي عمل أسنانه أو اللي عملت أسنانها قم بص في المراية شوف أنت شكل أسنانك عامل إزاي هل هي طبيعية؟ لو مش طبيعية أنت نفسك أنت غلطان لأنك أنت رضيت أن أنت تتخلى عن أول حاجة في إنسانيتك شكلك الطبيعي الشكل ربنا أدهولك الرسمة الطبيعية للأسنان ما هو أنت الرسمة الطبيعية للأسنان ليها شكل ليها رسمة ما تتخلاش عنها والدكتور اللي ما بيعملش الشكل الطبيعي ده إحنا أسد زيتنا الكبار معلمنا زي ما قلت لك في سنة أولى سنة ليها شيب الشيب ده لازم توفره يعني دي أسنان معمولة معمولة تجميل حاجة بص آخر السنة واخدى الكيرف بتاعها واخدى القرش أو القوس الشكل المخوص بتاعها مش نازلة فلات شايف التعريج شايف الريفليكشن شايف الريفليكشن شايف إحنا مكبرين لأول السنة قدي إحنا مكبرين السنة جدا ليه؟ لأن إحنا ما عندناش دفوق لما يبقى ما عندكش دفوق دايما لما تكبر الدفوق هاتتبان لأ حاجة إحنا بنكبر أهو وبنوري الأسنان ده بالعكس حالة بنتي بالضبط حالة بنتي اسمها موديل هي كتبت عندك بالضبط لما حاجة تبص على الأسنان شايف الكونكافتي شايف الريجلاريت دي اسمها هند ميد ده تجميل معمول بالإيد استخدمنا فيه السيرك علشان أبقى ضامن المقاسات بتاعتي وبقى ضامن الفيتنج سيرفس بس يازم ما يخدهاش ما هدي بقى المشكلة بياخد السنة حاطتها ببق الحالة حيك ما بتعملش كده حيك السنة لازم تديها الفورم بإيدك تمسك بإيدك كده وتبدأ تنحط فيها تديها الرسمة بتاعيتها تديها الإيراجات شايف برضو هنا عدم الانتظامية ده مهم ده كل ما كنت ناتشرال كل ما ديت الشكل الطبيعي والجمالي لكما جيش توم عمل لي مكعبات لونها حلوة وأبيض عندك مشكلتين عندك مشكلة لأن انت ممكن تكون عملت اللون أبيض من اللازم وهنا بقت الحالة مش مظبوطة وفي نفس الوقت لو انت مش مديها الحروف دي على فكرة معمولة بإشرة تجميلها سمكها لها تعدى 2 من 10 من الملي إزاي حيك تقدر توصل أنك تعمل الريجلاريتز اللي فيها دي دي حرفة لازم تكون متضرب إزاي تتعامل مع الماتيريال دي ماتيريال السمكها حضرتك سمكها سمك الورقة دي لو مسكنا الورقة دي سمكها 2 من 10 من الملي إزاي تطلع منها لا تريد أن تعمل تجميل الأسنان هناك فروق تانية هناك فروق تانية هناك فروق تعمل دكتور علاجة عصب يمكن تعمل دكتور زراعة وليس تعمل دكتور تركيبات على فكرة الناس بتحتاج التركيبات وبتحتاجها بشكل كبير جدا كل وقت عمل علاجة عصب محتاج لكن تجميل الأسنان لازم تكون دارس مواضيع كبيرة جدا دارس إضاءة دارس هارموني دارس فنون تطبيقية غير أن أنت دارس أسنان ودارس أسنان وزي ما بحك هما ما بخلوش علينا في طب الأسنان في الدراسة تدوك كل حاجة إمتى التجميل يتحول إلى حالة من حالات التلوث البصري إذا عملتها اللي بنا سمايل إذا عملتها فيك سمايل إذا عملتها تبشيرة سمايل تبشيرة شوف بقى أسامي بقى كتير تبشيرة والله حالات عادية سيراميك سمايل بقول حالات بتيجي تقول كده هي دكتور أو عتعملي بتيجي الحل إسا ما تعرفنيش فتيجي تقول لي دكتور والنبي أنا عايز أعمل تجميل بس بلاش لون التبشير ده أنا مش عايزة كده قولها على فكرة أنت إنسانة زكية أنت أسكى من الناس بتتعامل في الميديا مفترض فيها أن هما ليدر أنت حيك لما تبقى ممثل أو ممثلة أو موديل أنت بتعاملي مع كاميرا يعني المفروض درسة أصول التعامل مع الكاميرا يعني أصول درسة تجميل حقيقة لما تعملي حاجة غلط أنت بتدي ميسج مبدايا أنا ليه بقول كده لأن احنا تعبنا في طريقنا اللي فات في السيناء اللي فاتت دي علشان نخلي مصر يعني زي ما يقولوا إيه يعني أن الناس تقبل على عمل تجميل الأسنان في مصر فحنا كنا بنقدم نماذج للتجميل السليم بدأت تنتشر بقى الـ ونست التاري قبارة قولك إيه لحق ده بيعملوا شكلة ستيس سمايل في مصر لا أحنا ما بنعملش كده ده في مجموعة من الناس غير المدربة هاي اللي بتعمل كده ومجموعة من السليبرتز الغير اللي ما عندهمش وعي عن التجميل كويس بيطلعوا يعملوا كده فبيدوا انطبعات غلط لا تجميل الأسنان فيه ده كاترة في مصر موجودين بيعملوا 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 تجميل أسنان زي يمكن أحسن من هولويد نفسها ومن أحسن الناس بيمسك الأسنان بيعمل لها يسميها هند ميد السنة لازم تتعامل بإيدك لازم تديها الفورم والشيب والسايز والعلاقات الطبيعية لربنا خلقها ويديك اللون اللي يليق عليك ده المهم أنا عايزة أقف قدام نقطة في تجميل الأسنان النقطة دي ناس كتب تستبك فيها وديت برضه بعض المرضى بيعتقدوا انهم لهم حرية الطلب فيها حرية الطلب التام يعني وهو اللون اللون البنت بتيجي تقولك أنا عايز اللون ده وفيه كمان يعني موديلات الموديلز بتبع عندكو في طب الأسنان بتوروها للمرض بتقوله دلوقتي فيه درجات عايز إيه انت بتعمل كده ولا ده غلط نعم انت عندك انت المصمم انت الديزاينر تمام ماينفعش في عالم الموضة مثلا واحدة تكون مليانة جدا وتقوم وعمل لها ملبسة بادي ستمك ينفع يبقى انت اديتها حاجة هي انا جاية تقولك انا عايزة حاجة تايت قوي علي هتطلع كل الديفوهات يبقى الديزاينر مهمته انه يخفي الديفوهات ويطلع ويبرز النقطة الجميلة تمام طيب واحدة بياض عنيها لا تنسب معايا لون زي البيئل لون وده واحد من افتح الالوان مثلا وجدت انت حركة حطة طولها سمعت الكلام وحطة طولها هتفضل طول عمرها هتطول ما هي بتتكلم هاش عارف يبص في عانيها مفيش اي كونتكت كل ما تتكلم بصين في عانيها تيجي تتصور شكلها مفيش غربه اهل اللي باين كده انت شوهتها لان مش معقولة ان انت مش موالة انت بتتصور حاجة واحدة المفروض الابتزامة المثالية هي خلفية حيث بنعمل اي كونتكت مع بعض انا بصص في عانيك لما بتتكلم في خلفية في ذهني هي اسنانك لكن مستحيل اكون في حاجة اسمها اي تيث كونتكت اسمها دعانها قبل كده في حاجة اسمها ان انا يبقى دايما عيني يبص على اسنانك وانا بكلمك في حاجة اسمها كده في التجميل لو بالشكل اللي مش طبيعي هنوصل لده وده بقى كتير فانا يعني انا من دلوقتي بقول لا انا ما عملا ما ينفعش تعمل كده حقيقة اعمل تجميل حقيقة تعمل تجميل بس اعمل التجميل زي ما قلنا هولوود اسمايل هي الابتزامة المثالية الايديال البرفكت مش انك تعمل حاجة مش بتاعتك ومش اننا ممكن يكون لون بتاعك حد انا اخترتلك لون وبتاعك صح الشكل اللون عنيكو تمام بس مش الفورم بتاعك زي ما قلت لك تشيكلة ستيس حاطت مفيش اي مفيش اي كاركتر مفيش دي جريديشن في الكلر هو في حد سنانه من اول مش احنا اتفقنا ان السنان لما اجي اكبرها الانسائز الاجدي ده شفاف وبعدي لون وبعدي فوق خالص بيحصل ستيوريشن كاملة للكلر او اللون بيبقى كامل ونفس وفلات وما فيش فيها اي اي طبعا اول ما لقين تشوف حاجة مش طبعية على طول بعرف بص احنا ربنا حطت لنا كمبيوتر في عينينا غير عادي حساس لان انت عندك احنا احنا لما كنا بنقول بنعمل مثلا بالجولدن وبنقول ان السنة دي بتتعامل بوانت وان بوينت سيكس وان ايت احنا بنتكلم على تلات ارقام من الالف في الملي ده ليه لان العين مضاربة انها تشوف ده العين مضاربة انها تقدر تعرف ان لو في ديفيشن على الرقم ده لا في حاجة مش مزبوطة فانت عندك كمبيوتر في عينيك العين هتجيبك ولاش انت بقى عارف الهدف من التجميل انك تعمل تجميل مش انك تعمل تشوية يعني فيه اعلان جميل زمان اسم قوم تطمن على فلوس قوم تطمن على اسنانك تعالي نشوف الجمهور بيسا بيقولي كنت عايز اسأل على تبيض الاسنان لان انا كتير سمعت انها بتاكل من السنة يعني بالتانحة فيها فدي حاجة بتخويفني جدا ان نعمل حاجة زي دي فكنت برضو حابة اسأل ده نتيك تو ايه او فوائد برضو ولو وعملته هيبقى كويس ولا لا دفطن العزيزة قالت سؤال كويس جدا وتعبيرها وهي بتتكلم يدل على انها الان على سنانها او الان من سنانها دي تحترم تحترم جدا اي حاجة يقل على سنانه ويتعامل معاها بحرص ويسأل ده ده عايز حافظ على نفسه نعم نخش كده طب تبيض الاسنان المشكلة او السؤال العام وعلى فكرة اكتر شعب في العالم اعتقد انه ممكن جدا يقبل على كلمة تبيض الاسنان اعتقد ان ده احد الاساليب الجمالية او هو ده الاسلوب الجمالي الاسهل والارخص هو احيانا تبيض الاسنان يكون هو الاجراء الوحيد اللي حيك محتاجه عشان تحصل على الهولويد اسماعيل لو عندك اسنان مرصوصة كويس والفورم بتاعها كويس ومتنسقة مع بعض ومتنسقة مع وجهك يبقى انت عندك كل حاجة اللي اذا كان اللون غير مناسب ليك يبقى في الحالة دي ممكن تعمل تبيض للاسنان طيب تبيض الاسنان مضر لا مش مضر اذا اتعامل بمواد معتمدة معتمدة طبية مش الحاجات الصينية اللي بتتعامل في المولاد لا بتتعامل بمواد طبية مجازة مجازة من الـ FDA فودان دراج أستيشيشن بتاعة أمريكا ومجازة من الأوروبيا من بتاعة أوروبا يبقى انت كده بتتعامل في حاجة سيف الجهتين دول هم جهتين يعني رخة مقاوي بالعربي كده تطلعش الترخيص لمادة اللي اذا كان متأكد منها ما في الماء فإذا كنت هروح لدكتور أنا واسق فيه وشوف المواد وتأكد انها أبروفد حيك تأكد ان انت مش حصل لك اي مشكلة ويبقى التبييد آمن ومشي بقى فيه اي حاجة وهتاخد ابتسامة كويسة طيب في بعض الناس بقى أصلا منفعاش تبييد عشان يبقى يمتفقين على كده الناس اللي عندها تترسايكل اللي هم عندهم خدوا تترسايكل وهم صغيرين أمامتهم وهي حامل فيه ترسايكل ان ده نوع من المضادات الحيوية ده ما بيببيض الأمهات بتاخدوا غلط طبعا ده بيعمل مشاكل في أسنان الأطفال ده ما بيببيض تمام الناس بقى اللي بتشرب قهوة وسجاير ونس كافية وكتير كل يوم ما تعملش هتعمل الطبيد عشان يبقى متفقين هتعملوا يومين ثلاثة عشان فرع عشان مناسبة لكن هيروح لأن انت أسنانك منصمت طيب الناس اللي عندها المشكلتين ده اللي عندهم حل اه طبعا في حل في حاجة اسمها القشر التجميلية فائقة الرق ودي احنا الحمد لله تقريبا يعني من أقل الناس اللي بتعملها في العالم ليه فائقة الرق أنا هنا مسور لك الحالة بعد ما تحضري ده شكل السنة السنة تقريبا زي ما هي طولها زي ما هو وشكلها زي ما هي احنا هنا عملين عملية اسمها رفنس أو تخشين ودي بتعمل بستون معينة يعني مش موجودة كتير علشان تطلع بالسم كده انت شاف الفينيرا قدي سمكها قدي الفينيرا دي سمكها تقريبا اثنين من عشر من الملي وبتتلزم طيب هنا في حاجة مهمة هنا أنا حضرت عملتها اسمها رفنس وتخشين وانا بأكد ان خلاص قصة النوب ريب وبعدها تاني وهنعمل حلقات تاني نوب ريب بس من غير ما تلمس الأسنان ده مش صح ومش مزبوط ليه لان حيك لو جبت ورقة سمكها اثنين من عشر من الملي وحطتها على سنتك ومشيت بأيدك كده هتلاقي فيه لدج هتلاقي فيه حرف الحرف ده بيجمع أكل وبيعمل التهابات في اللسة فهيبوز السنة اللي حيك انت يبتوا ليه أصلاح مش عايز للمس السنان خالص أصلاح أنا خايز للمس السنان خالص حيك مبدئيا كده كده انت لمست السنان مجرد انك تلزقي الفنير القشرة التجميلية على الأسنان فانت بتعملي حاجة اسمها اتشن الاتشن ده أصلا بيخشن السن فيه ناس بقى وده بقى الحاجات الكوميديية جدا اللي بتجيلي في العادة تقول لي السنة رحت والدكتور ما لمس سناني خالص ولزق السنان علشان لما حب أشيلها أشيلها طب أنا هسألك سؤال هو انت حيك رحت دفعت الفلوس دي كلها وعملت تجميل أسنان عشان تشيليها ليه يعني ايه الفكرة ايه المبدأ طيب أنا من هنا بقول لك أي واحدة عملت تجميل أسنان وبتقول كده أنا هتديها مئة ألف جنيه أو شالت الأسنان دي وجات بأسنانها زي ما هي مسابقة هي أي واحدة اتقل لها انها عملت أسنان وان أسنانها فطلت زي ما هي بدون تحضير خالص بدون تحضير خالص خاصة أن الأسنان السفلية تشيلي الأسنان اللي عملتها وتجيلي بأسنانها اللي هي ما تلمستش خالص دي وانا هتديها مئة ألف جنيه قدام الناس كلها لازم يحضر مبدأيا بيولوجيك انت عندك الأسنان السفلية دي مش عضة في الأسنان العلوية لو حطيت واحد على عشرة من الملي بين السنة السفلية وبين السنة العلوية مش تعرف تقفل بقك هتقفله ازاي فلازم الدكتور يا حضرة بس في داكاترة مش أمينة قم ألاقي أنا مش هلمس السنين ويجي هو شغال يقوم ماشي على السنة ما هو حاجة بتتعامل في أقل يعني بتتعامل في جزء من السنة بتعمل كده فاتشلت الاتنين من عشرة من الملي لأ احنا لازم نقول اللي حالة حاجة احنا لازم نعمل المكان اللي الفينيرة هتبات فيها فمبقاش فيه لدج حصلش اتهاب لللسة وبالتالي انتي لو حاجة وقعت خلاص مش هتيجي تلزقيها وده أوليل جدا ده بنسبة واحد في المليون يعني لكن نفيش حاسمها ايه السنة لو شلت سناني لو شلت السنة لو محب أشيل الفينير يبقى سناني زي ما يحك طب عملت ليه تجميل انت رحت ليه دفعت كل الفلوس دي وقعدت وعملت تجميل مش مادة مش لوجيك دي 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 كراون مش فينير دي دي كيس دي كيس دي كيس صعب ميك أوفر دي كيس بنقول فيها دي كيس بنقول فيها ايه دي كيس بنقول فيها ايه الكيس دي بنقول فيها ايه انا عملنا هنا ان التجميل مش ان انا بس قوم حطة سنان حقيقة انا عندي هنا مشكلة في اللسة يبقى لازم اعالج اللسة لازم اعمل الجامي اسمايل وارسمها ويقع تعملها اسمها نحت تجميل لللسة. ولازم يعمل القصة دي ناحة التجميل لللسة. واحد بروفيسير فيها. تمام؟ تاني حاجة. انت هايك شاف ان فيه درس اصلا ان فيه ناب أصلا مش موجود. شايفو؟ طيب حاجة في التركيبة في التجميل متركب. مش حاسس انه طالع من اللسة. اه طبعا. معموله مكان في اللسة. اتعامل ازاي؟ ده اعلى مستويات تجميل اللسة في العالم. احنا عملنا تخلنا اللسة. يعني عملنا حاجة اسمها ترقيع لللسة. عملنا لها ثيكنس. وعملنا فيها حاجة اسمها دي بريشن. يعني خلينا الناب كانوا نازل من لسة. معنى هو اصلا مروش مكان. هو اصلا لسة. يعني ده مخلوق. ده تركيبة؟ ده كل ده كراونز. ده مزروع او لا. ده بريدز. بريدز. اه. يعني تركيبات. اه. لان مكانش عندنا في الحالة دي. الحالة عايزة تعمل بسرعة. ومعندهاش عضن كافي انها تعمل زراعة. فتعمل على طول بريدز. الفكرة بقى الاحتراف انك تعمل ايه. تطلع الكراونز كأنه طلع مكانه موجود جوه. جوه طلع من اللسة. تمام. طيب. اللون. وحنا ليه ما عملناهاش لون فيك بقى. انت لما تبص على الاسنان دي. هو نفس اللون. لونها طبيعي. اه. فتحته سنة صغيرة. فتح سنة صغيرة ما اننا في قدنا نعمله فتح جدا. لا مناسب كده ليه. ليه. لاننا عندنا بعد تاني. عندنا بعد تاني. لازم فيها كل ابعاد التجميل. لما اجعمل. الكيس دي الحمد لله لما تحطط في منتدى طبي. طب. مش مش في منتدى للناس. واخد من الحياة اللي واخدها رانكة عالي جدا. ليه. لانها حالة كاملة. حالة تعمل فيها. على جلسة. تعمل فيها اسنان. الشكل الطبيعي. هنا. هنا حيك بص على السنان اللي فوق دي. اننا لو قابلت الحالة اللي عاملة السنان اللي فوق دي في الشارع. هل ممكن تعرف انها عاملة اسنان؟ هي. اجمل ما في الحالة دي كمان انها في منين. يعني روعية كمان. الابعاد الانسوية للسنة. احنا هنا عملنا على فكرة تجميل الشفايف. من غير ملمس الشفايف. ده أنا اللي إلا. من غير ملمس الشفايف هنا عملنا تجميل الشفايف. ماذا رأيك؟ طيب. لما السنان اتزبطت. الشفايف نفسها عردت. بالضبط. لان لان عوجة الاسنان قبل كده كانت مبوز. كانت خليها الشفايف رايحة وجاي. هنا اتفردت. هنا أنا اللي مركز عليه ايه؟ بصوا حيك شكل الناب. بصوا شكل اللاترال. بصوا هتلاقي في نص اللاترال من تحت. فيه نطش صغير قوي. فيه حركة صغيرة كده معمولة. حركة دي اللي مدى ايه؟ مدى الاسنان دي طبعية. واللي بعديه كمان فيه حركة صغيرة. واللي بعديه فيه حركة صغيرة. دي بنمسك السن. حيك احنا بنعمل احنا الحمد لله اسم تجميل الاسنان عندنا بيشتغل هاند ميد. ومعروف ان اغلى واحسن الستايلز او الديزانز يبتعمل هاند ميد. اخذ دك ومعمل لك حاجة بتاعتك انت متفرد. لو احنا لو شفنا الصورة من قريب كمان. من غير حتى اللايب ستيك او من غير احمر شفاة. هيبنلنها في ميل. السنان. تمام. لها شخصية. في ميلاين كاركتر. في سنان في ميلاين وفي سنان في ميلاين يعني بناتي. وفي سنان رجالي. تمام. انت نورتنا النهاردة. الله اتشرفتي بك. وسعدت سعادة غامرة بهذه الحماسة الرائعة. وارجوك. عايزين نبطل اللي بانا سمايل. اللي بانا سمايل. بعد اذنكو. بعد اذنكو والتبشير والسراميكا سمايل والبلاط والبلاط. كل السمايلات الغريبة. كالعدم دايما في عالم التجميل عندما يكون الحماسة التجميل اجدك بتتحدث بحماسة رائعة. حماسة الغيران على مجال. انت بزلت فيه مجهود كبير جدا. ارسيت قواعد. وفي وقت من الاوقات. كانت بنسمع اصوات يقولوا. ما فيش حاجة اسمها تجميل اسنان. المسألة او بمعنى صح عمل اكتر من سيستم. طلع بعد كده. الاصوات نفسها تقول. لا ده فيه تجميل اسنان. ولا هو علم. وهو الاخري. انقلب الكلام. فحماس محمود. وحماس مفهوم لمن دافع. لفترات طويلة عن قسم مهم في العالم. نتمنى تواجده الآن في جماعات المصرية اسمه قسم تجميل الاسنان. نورتنا. شرفت بك. وسعدت بهذه الزيارة السعادة غامرة. كالعادة مبدع. وكالعادة صاحب كاريزمة متميزة. هو ضيف العزيز. الست دكتور نوردين مصطفى. كان ضيفي فيه. الدكتور في حوار عن التجميل. وزي ما هو قال. خليكم مع المقاييس التجميلية الطبيعية السليمة. ابعد بقى عن اللي بانا سمايل. صح؟ خليكم مع الطبيعية سمايل. خليكم مع الدكتور.